شهدت القاهرة إنعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول ونظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية الخليجية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العربية الذي يترأسه السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرية نعم أكد المشاركون في كلماتهم في المنتدى على أهمية زيادة تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثمار في كل الجانبين التفاصيل في تقرير مراسلنا في القاهرة شهدت القاهرة نعقاد منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول ونظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية الخليجية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العربية الذي يترأسه السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ورؤساء الغرف التجارية في دول الخليج ومصر والعديد من رجال الأعمال والخبراء وأكد المشاركون في كلماتهم في المنتدى على أهمية زيادة تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمار في كل الجانبين وأشار السيد سمير عبداللناس في كلمته بالمنتدى إلى أن التحاد الغرف العربية لن يألو جهدا لتوفير سبل الدعم الخليجي والمصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نتحقيق الأهداف المرجوة من منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول يتطلب استمرار التعاون والتكامل فيما بيننا للإسهام في الوصول إلى النتائج المنشودة وتنفيذ التزاماتنا بوتيرة أسرع حيث أننا نأمل أن يتم تعزيز حجب التبادل التجاري بين الطرفين الخليجي والمصري الذي وصل إلى ما يزيد عن 12 مليار دولار سنويا فضلا عن حجب الاستثمارات بينية مشتركة والتي بلغت 33 مليار دولار وهو ما أكدت عليه أيضا اتحادات الغرف الخليجية والعربية والمصرية ويأتي متدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي يجمعنا اليوم تحت شعار أعمال شراكة استثمار ليعكس مجددا حرص الجانبين على تعميع علاقتهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب الوصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية تقصعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا السنائية من خلال تعاون مشمر بين اتحادات الغرف والغرف في دولنا ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثمار أنا أعتقد أن هذا المؤتمر بداية طيبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية اقتصادات الدول والأخص مصر لها مقاومات كبيرة وفرص متاحة كبيرة ولها دور محوري في الوطن العربي لذلك نحن طمعانين أن زيارة اللحمة الاقتصادية بيننا وبين مصر من خلال هذه المنتديات ستعزز العلاقة الاقتصادية بيننا وبين مصر الحبيب وبعد عرض فيلم عن التعاون الخليجي المصري الاقتصادي على مدى العقود الماضية عقدت خمس جلسات خلال المنتدى أشارت إلى أهمية التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج ومصر في المجالات كافة ومن بينها التعاون في مجال الرعاية الصحية والدوائية وشاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين في جلستها في الناحية الدوائية هناك في كثير من المسائل التي ممكن أن تتكامل بين الطرفين وممكن كذلك في بعض المستلزمات الطبية واللي هي مهمة جدا وكذلك في الخدمات الطبية وأكدت المملكة أيضا على أهمية التعاون في مجال الموارد البشرية والتمكين الاعتماد على الجانب البشري هاي شيء أساسي وحسنا فيه فرص كثيرة لأننا في البحرين أو حتى في الدول الخليج يمكن ربما كان ينقصنا بعض المهارات وبعض الإمكانيات البشرية اللي فيه فرص كبيرة كبيرة للتعاون جمهورة مصر العربية من سنين طويلة فيها خبرات كثيرة اللي يحتاجها السوق الخليجي منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول هو فرصة لتحقيق المزيد من الأهداف لزيادة معدلات التعاون في التنمية والاستثمار في دول الخليج ومصر مشاركة فاعلة لمملكة البحرين ممثلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين في منتدى الأعمال الخليجية المصرية الأول هنا في القاهرة تؤكد على متانة العلاقات الخليجية المصرية وأيضا على زيادة أواصر التعاون في كافة المجالات بين الجانبين شكرا يا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة